نظم معهد كونفوشيوس في لبنان مساء الرابع عشر من هذا الشهر فعالياتي حفل استقبال عيد الربيع بحضور أساتذات المعهد وموظفيها السفارة الصينية في بيروت والأصدقاء اللبنانيين يقع معهد كونفوشيوس في جامعة القديس يوسف في لبنان وهو الأول من نوعه في الشرق الهوسط ويعود له الفضل في زيادة تعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين خلال السنوات الماضية حيث ارتفع عدد اللبنانيين المهتمين بتعلم اللغة الصينية كما تعززت التبادلات الثقافية بين الصيني ولبنان